فوائد العكبر أو البروبلس للإنسان اسمعوا عن جد من كثر ما قرأت عن فوائدها حسيت إنه ممكن تكون علاج لأي مرض ممكن يصيب الإنسان لكن أنا مثل ما بتعرفوني ما بحكي عن شغلة إلا إذا كان في إيلها دراسات وأبحاث علمية بتأكد الكلام اللي رح أحكيه أولا خليمي أبدأ معاكم بتجربة الشخصية في مرة من المرات كان في عندي ألم في الحلق وفي الأذن وكان كأنه بداية التهاب في الحلق فقلت يا بنت جربي هالعكبر تنشوف عن جد هالحكي اللي بينحكي عنه صحيح ولا لا أخذت نقاط من العكبر وحطتها مع العسل وأكلتها ناني يوم الصبح لما نصحيت ولا كإني كنت أشكي من إشي الألام اختفت وبالفعل الحلق ارتاح والأذن كمان ارتاحت وفي تجارب كثير موجودة على الإنترنت بتدري ترجعو لها مشابهة جدا لحالتي إذا إحنا أول فائدة ممكن نحكيها عن العكبر هي معالجة التهاب الحلق والأذن طبعا ليش لأنه فيه كمية عالية جدا من المضادات الحيوية اللي ممكن تقتل البكتيريا اللي تتواجد في الحلق ثاني فائدة واللي كان عن جد عليها دراسات كثيرة هي قدرة البروبيس أو العكبر على مقاتلة الخلايا السرطانية أو الحد من الانتشارها داخل الجسم وخاصة سرطان القولون وسرطان الثدي وأيضا سرطان البروستاتة عند الرجال حس أبرز معلومي أنا قرأتها بتحكي عن نفس الموضوع بحكي لك بأنه العكبر بيعمل مثل غلاف حولين الخلايا السرطانية وبالتالي بيمنع تكاثرها أو حتى في بعض أنواع العكبر أو البروبيس بتعمل على تفتيت الخلايا السرطانية وبالتالي إزالتها تماما من الجسم ثالث فائدة من فوائد العكبر هي قدرته على القضاء على التهاب المفاصل والتهاب العظام حتى بحكي لك أنه هو من العلاجات اللي مقترحة لعلاج هشاشة العظام وهوزال العظام بشكل عام كمان من الأشياء المميزة اللي قرأتها أنه بحكي لك أن البروبيس أو العكبر بساعد في تقليل من ضغط الدم وكمان بساعد في التخفيف من الحساسية خاصة الحساسية الموسمية برضو من الفوائد تبعيته بحكي لك بأنه بساعد في معالجة التهابات الفم واللثة وخاصة للتهابات البكتيرية والفطرية برضو من الأمراض المذكورة أنه العكبر بساعد على علاجها هي الأمراض الجلدية خاصة البثور والصدفية وغيره وغيراته فيه كثير من الأمراض غير اللي أنا ذكرتم ممكن أنه العكبر يساعد على معالجتها أو الحد منها وتخفيف ألامها هسه ظل علي أبرز فائد للعكبر واللي إحنا عن جد في الوقت الحاضر بحاجتها تقوية جهاز المناعة خاصة مع الأمراض والفيروسات اللي بتكثر في هاي الفترة إلنا ولولادنا وهذا لأنه العكبر أو البروبيس بيحتوي على كمية كبيرة من المضادات الحيوية ومضادات الأكسدة اللي ممكن أنها تقاتل البكتيري والفيروسات المنتشر في الوقت الحاضر طيب كيف بدنا نتناولهم وكيف ممكن نستفيد منه إحنا وولادنا؟ بكل بساطة اخلطوا مع العسل ليش؟ لأنه العكبر لحاله بصراحة جدا مر حتى طعمه لا يستساغ لأي أحد فمن أفضل الأشياء اللي ممكن تعملها أو عشان تأخذها بكل سهولة وبكل بساطة إنك تخلطها مع العسل طبعا فيه أشكال كثيرة لأكبر في منه بيجي مثل ما إنتوا شايفين هيك مثل العلكة أو خلا نحكي مثل الشمع وفي منه بيجي بودرة وفي منه بيجي سائل طبعا عملية تحويله لسائل هي من خلال نقعه في نوع من أنواع الزيوت ممكن زيت الزيتون أو أي نوع ثاني أو حتى ممكن ينقعه في كحول مشان ينحط على الجلد أما بالنسبة للجرعة الموصف فيها للأشخاص البالغين في حالات المرض بتأخذ مع معلقة العسل حوالي عشر نقاط مرتين في اليوم أما بالنسبة للأطفال ممكن منخفض الكمية لثلاث نقاط أما في الحالات الغير مرضية يعني فقط للوقاية ممكن للأشخاص البالغين يأخذوا خمس نقاط في معلقة العسل أما بالنسبة للأطفال يأخذوا نقطة واحدة أو نقطتين بيكون كافية وفي النهاية اشتروا هاي المادة من عندي أو من عند غيري المهم أنكم توصلوا لها وتتناولوها أنتوا أطفالكم لأنكم راح تحسوا بالفرق بعد مدة قصيرة من تناولها